اشتركوا في القناة ويكون شيقة وهيستفيد منها كل الناس كل اللي بسمعنا الوقتي لابد ان هو يجيب ورقة وقلم علشان الموضوع ده بيخصك كزوجة بيخصك كزوج بيخصك كبنت بيخصك كامرأة كبيرة لابد ان انت تسمع الحلقة دي وتركز فيها لان الحلقة ان شاء الله تبارك وتعالى بتخص المجتمع كله ألا وهو سحر التفريق بين الزوجين سحر التفريق بين الزوجين ان الشيطان الرجيم عليه من الله اللعنة وعليه من الله ما يستحق الشيطان الرجيم له سلاسة مناهج يمشي بها بين الناس أولا اغراء وإقناع ونسيان بدليل ان الشيطان الرجيم حينما يريد ان يصل الى اي انسان يزين له ما حرم الله ويحل له ما حرم الله سبحانه وتعالى ويظهر الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق كما قال سدن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتكلم فيه الروايبضة قال وما الروايبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفيه يتكلم في أمور العامة فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة أنك بعدت كل البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى واتبعت الطريق طريق الشيطان الرجيم الذي يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى فيصل بالإنسان إلى مرحلة تفريقه بينه وبين زوجته أولا تعريف سحر التفريق بين الزوجين كل اللي بيشاهدني الآن يجيب ورق أو ألم ويكتب الكلام ده لأن الكلام ده كل الناس بتقع فيه في الوقت الحالي لأن طبعا إحنا بنتزوج زواج تقليدي يعني إزاي يقول لك والله أنا تجوزت لأن أبويا قال لي البنت ده هتكون هي السطر والغطى عليك الزوج ده هوت هو هيكون هو حلم حياتك يعني لابد أن أنت هتتزوجيه ليه بقى؟ لأن إحنا الوقت بنتجوز جواز تقليدي ولا حول ولا كواته إلا بالله ولم نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الزواج فصارت المشاكل لا يحصاها إلا الله وكل شيء الآن ننسبه إلى الدجل وإلى السح وإلى الشعوزة ولا حول ولا كواته إلا بالله وإذا اختلفت إلى أمر من أمور الدنيا فلابد أن تعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى أولا تعريف سحر التفريق هو عمل السحر للتفريق بين الزوجين تعريف سحر التفريق هو عمل السحر للتفريق بين الزوجين أو لبث أو بغض أو قراهية بين صديقين أو شريكين يعني إزاي أنا الوقتي حياتي مستقرة اخترت الزوجتي على أسس وعلى مبادئ وكما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إذا جاءكم من ترضون دينا هو خلقه فزوجوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصفر بذات الدين تربت يداني يعني يا من تبحث عن شريكة حياتك لا بد أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفوز بنعيم الدنيا لأنه ما أتي ابن آدم خيرا بعد تقوى الله سوى المرأة الصالحة لأن المرأة الصالحة في البيت رزق إزاي يا مولان المرأة الصالحة في البيت رزق يعني إذا كانت المرأة تتق الله سبحانه وتعالى فاعلم علم اليقين أنها ستتعامل معك بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وتتق الله سبحانه وتعالى فيه إزاي لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أريد أن أتزوج من المرأة الفلانية أو إننا عايزة تجوز بنت فلان هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من الأطيام هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من المال الكثير بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب والتمس ولو خاتما من حديد حتى تتم الخض فزهب هذا الرجل وفتش في بيته عن حتى ولو خاتم من حديد فرجع مخزولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله بحثت في بيتي ولم أجد ولو خاتما من حديد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن هل تحفظ شيء من القرآن يعني أنت حفظ صور من القرآن شوف بقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج قال له معي صورة كذا ومعي صورة كذا ومعي صورة كذا فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زوجتك بما معك من القرآن أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث ويعلم الناس عدم المغالاة في المهور وعدم المغالاة في أي شيء أنواع سحر التفريق حتور أو ألم الوقتي ويكتب وراي أنواع سحر التفريق أول حاجة التفريق بين الرجل وأمه ولا حول ولا كواته إلا بالله البيت يكون كويس فجأة يفرق الرجل بينه وبين أمه وكثير ما تجده الآن التفريق بين الرجل وأبي تالت حاجة التفريق بين الرجل وأخي كل واحد قاعد قدام الوقتي أو كل ستة موجودة أمام الآن تجيب وراء أو ألم عشان تكتب أنواع سحر التفريق واحدة واحدة كده علشان نقدر نفسر ونوصل لحل في الموضوع بإذن الله في آخر الحلقة التفريق بين الرجل وأمه التفريق بين الرجل وأبيه التفريق بين الرجل وأخيه التفريق بين الرجل وصديقه التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة وغيره وأرد عليك بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول معنا اتصال السلام عليكم حبيبي وصديقي لأستاذ عبد الله السلام عليكم خلاص يرجع لنا في الاتصال إن شاء الله تبارك وتعالى التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة وغيرها كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رب العزة جل وعلا وهو يقول أنا سالس الشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهم ومحقت البرك يا أخي ما أفضل أن يكون الشريك السالس معك في تجارتك هو الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى إذا وضع البركة في أي شيء فاعلم أن الخير كله آت لا محال بدليل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب التفريق بين الرجل وزوجته وهذا النوع من أخطر الأنواع وأكثرها انتشار يعني إزاي التفريق بين الرجل وزوجته وما أكثر هذا في هذا الزمان ولا حول ولا كوة إلا بالله لأننا بعودنا كل البعد عن منهج الله إذا السلفة كره سلفته تقول لك والله أنا مش هضرب ولها إلا أدب عليه ولكن هعمل لها سحر التفريق تكره البيت وتكره حياته وتكره كل شيء علشان تمشي من البيت كل ليه كده إنها الغيرة يا سادة إذا وصلت المرأة إلى مرحلة الغيرة وعدم الحب إلى إلى سلفتها فاعلم أن البيت سيخرب ولا حول ولا كوة إلا بالله بتيجي السلفة لما تكره سلفتها وعايزة هي تكون سيدة البيت لأن هي أول زوجة دخلت البيت فتقول لك والله زوجة الزوجة التانية دي أو زوجة أخو زوجي هتاخد كل حاجة وهتبقى هي اللي على الحجر بالمعنى البلد كده هتبقى هي اللي على الحجر وكلمتها هي اللي هتكون سيدة فأنا عايز ألحق نفسي تعملي إيه؟ تقول لك اذهب لدجال أو إلى عرام أول حاجة يقول لها حتيلي شيء من أطرها ولا حول ولا كوة إلا بالله يا من تفعل الحرام اتق الله يا من تبحث أن تخرب وتدمر هذا البيت إن كنت رجل أو إن كنت امرأة فاتق الله سبحانه وتعالى فتذهب إلى دجال أو إلى عراف ولا حول ولا كوة إلا بالله يقول لها أول حاجة اعطيني الاسم واسم الأم تاني حاجة شئ من أطرها تالت حاجة والعياذ بالله يقول لها أنا أعملك بقى اللي محدش يقدر يعمل هتعمل لها إيه؟ يقول لها والله أنا أعملك سحر تفريق وأعملك سحر سوف لما يتفكش أبدا ليه؟ علشان إن هي وصلت لمرحلة الغيرة ومرحلة القراهية ولا حول ولا كوة إلا بالله أقول إلى نساء المسلمين وأقول للناس جميعا البغضاء والقراهية حينما انتشرت في المجتمع يصلط الله سبحانه وتعالى علينا جندا من جنود بدليل مكتطف من حديث سدن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا وأعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن في أسلافهم من قبل ظهر الفساد كما قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبح بما كسبت أيدي الناس معنا اتصال سلام عليكم يا فندم ألو أستاذة نجلاء سلام عليكم ألو أيوة يا فندم سمع أيوة تفضلي يا فندم سمع يا حضرتك كنت أعيدة لبس منطلون أعيدة لبس منطلون كمل يا فندم بس يفعل بس حاجة عليه طويلة لحد الرجبة نعم ينفع تحط عليه حاجة طويلة لحد الرجبة أيوة أنا بسمع حضرتك أكمل يا فندم أيوة طيب المهم لابد أن يكون الجسم محتشم ولا يظهر منه عورات دمام يا فندم شكرا لاتصال حضرتك يا فندم أعراض سحر التفريق يعني كل بيت فيه زوج وزوج وأولاد سواء صبيان أو بنات حتورق أو ألم الوقت عشان تعرف أعراض سحر التفريق أعراض سحر التفريق أعراض سحر التفريق إن كلاب الأحوال فجأة من حب إلى بغد يعني إزاي أنا كنت بحب زوجتي وأمورنا وحياتنا مشية وكانت حياتنا أفضل وحياة فجأة انقلبت الحياة انقلب الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق دي أعراض سحر التفريق كسرة الشكوك بينهما يعني إزاي الزوجة تقول لك والله أنا حس أن زوجي بيخني وكذلك الزوج تقول لك والله أنا دايما بحس أن زوجتي بتتكلم في التليفون كتير بدخل عليها فجأة تقوم واخد التليفون وتتخض بسرعة وتقوم رمي التليفون قل لك والله أنا حس أن أنا حس أن هي بتكلم حدي تاني بعد كده عدم التمس الأعذار بعد ما كانت الحياة كويسة والحياة طيبة ما عادش كل واحد منهم بالتمس أعذار معانا اتصال أهلا بالحق رجب السلام عليكم السلام عليكم يا شيك محمد أهلا بيك من أفضل متابعين برنامج لور الحق والحق رجب ده أنا بحبك بحبك يا شيك محمد والله وإحنا بنحبك في الله أنت وفريق إعدادك ده في الصعيد ده أنت عم كم من مشاهدة ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا حق رجب وإحنا بنحبك في الله وبنحب أهل الصعيد دائما لأنهم أهل ناخوة وأهل ناس طيبين معك فريق إعداد محترم ربنا يبارك فيك ده شهادة نعتز بها وقناة الصحة والجمال تعتز بشهادة الحق رجب وجزاك الله خيرا ودائما ببقى مبسوط باتصالك لأن أنت دائما لما بنلاقي حد متابعنا كده وامتابع كل حلقة بنبقى مبسوطين به وبنحبك في الله وربنا يعزك ويجزيك خير وكل عام وأنتم بخير بكدوم إن شاء الله شهر رمضان وربنا يعيد علينا الأيام بالخير واليمن والبركات ويحفظ مصر ويرفع عنا الغلاء والوباء ويرفع عنا كل الأمراض إنه وليه ذلك والقدر عليه شكرا حج راجب بعد كده معانا أبو صلاح السلام عليكم البحيرة أهلا وسهلا بي أهلا 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 بالناس الطيبين أهلا يا سيد محمد فضيلة الشيخ المحترم ربنا يحفظك وبارك فيك ربنا يبارك فيك يا سيد محمد ويكتر من أمثالك وينفع بيك الأم ربنا يكريمك إحنا والله دائما بنسعى إن إحنا نقدم حاجة نوية للناس وتحذيرات لإن إحنا بقينا في وادن وودين في وادن آخر يا سيد محمد يا مشي محمد أنا عايزة أقول لحضرتك يمكن تلات تربع البيوت على هذا الوضع والنمط اللي حضرتك بتتكلم عليه تمام اللي الناس عايشاني النهاردة يعني عايزة أسأل حضرتك اللي إحنا الواقع اللي إحنا عايشينه النهاردة تمام غياب وعي الدين الوعي الدين غياب الناس عن عن الأخلاقيات والدين والسلكيات والحكم من ربنا سبحانه وتعالى وبدليل يا فندم إن كانوا زمان الناس الكبيرة طول ما فيش راجل في البيت محدش يدخل البيت مزبوط مزبوط يعني ولابد كانوا أهل القرية بيكتمعوا في مكان والناس كلها بتتلمي في المكان دي ودي الحبة اللبن ودي الحاجات دي تلفلانة ودي كده التجمع الطيب اللي كان من أهل الخير والأسر جد حصل والناس بيات لما كانت الخير حتى الريف إن عدم إن عدم الخير بعد موت الناس الكبيرة الناس الأفضل اللي هم آبأنا وأجدادنا إن عدم الخير بعدهم ولكن ولا ننكر برضو ولا ننكر الخير من أمنا تسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيام وشكرا لاتصال حضرتك وسعيدنا بك يا فان رابع حاجة تعظيم أسباب الخلاف وإن كانت حقير يعني إزاي بعد ما كانت المشكلة صغيرة وبسيطة كبرت الأهل يعرفوا بها أدق التفاصيل ودي من أكبر المشاكل اللي بتواجه المجتمع وبتواجه الناس في البيوت ولا حول ولا قتل إلا بالله اللي هو تدخل الأهل يا بنتي هو كلمك وزعقلك حاط بعضك وتعالي يا بني مرتك بتعل صوتها لا ده لابد أن أنت تطلقها إيه ده وصلنا للمرحلة دي إزاي ليه لأن ما عادش فيه القيم والأخلاق اللي تربنا عليهم اللي هي كانوا زمان الناس الكبيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتنا وموت المسلمين كانوا الناس الكبيرة لما يحصل مشكلة والبنت تغضب لبيت أبوها ويسألها تقولوا والله أنا جوز ضربني عشان ما سمعتش كلامه وضربني ألمين فأنا غضبت وجيت الأب يضربها تاني ويرجعها لبيت جوزه ويقول لها جوزك ده حياتك جوزك ده دنيتك جوزك ده هو الجنة وهو النار عندك لابد أن أنت تحفظ عليه لأن هو أبو أولادك هو الستر عليك في الدنيا قبل الآخرة ولم تدخل المرأة جاء مولعة تمام ورحت المسايخ يا سيخ ضحكوا عليه كتير أخذوا مني فلوس كتير اللي يقول لي سيخ اللي يقول لي عمل تمام يا فن ورحت عملت عملية قالوا لي في لقاع الشوكي عملتها غضريف عملتها ونار مولعة في رجلي فريقت فيدني يا سيخ محمد نار مولعة في رجلي حاضر يا حج رجب ابقى كلمني يا حج رجب عشان أتشرف بيك ابقى كلمني لأن انت حبيبنا والله حاضر حاضر يا سيخ محمد حاضر حاضر معانا الاسم عمد من البحيرة السلام عليكم سلام عليكم أهلا وسلام بي سؤال حضرتك إيه يا فندم أهلا وسلام بي الله خليك يا سيخ محمد والله يعني من كام يوم كده حلمت علم كده أن فيه رماضة يعني دود بيطلع من الدول دوافر دود تمام هو ده قلت عجلسة ما أجرسك ليه علاقة بالمقول دي تتولد لا وحد يعرف يفشر من الحلم تمام يا فنديم هو علم تفسير الرؤى لأهل تخصص فإحنا إن شاء الله هنسعى أن نشوف لك برضو حد يكون متخصص في المجال الرؤى والأحلام ولكن الشاهد من الرؤية بتاع حضرتك إن لابد أن أنت تتحرى المال اللي بيدخل على أهل بيتك لابد أن أنت تتحرى المال اللي بيدخل على أهل بيتك ودايما لازم يكون فيه ثقة عندك في أهل بيتك علشان ربنا يعم البركة والفائدة عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب بعد كده قلب أعراض سحر التفريق زي ما احنا ماشيين قلنا انكلاب الأحوال فجأة من حب إلى بغض قصرة الشكوك بين الزوجين عدم التماس الأعذار تعظيم أسباب الخلاف وإن كانت حقيرة خمس حاجة قلب صورة الرجل في عين زوجته وقلب صورة الزوجة في عين زوجها فالرجل يرى زوجته أحيانا في منظر قبيح وكذلك المرأة ترى زوجها في منظر قبيح والمرأة تراه دائما في منظر مخيف ومرعب يعني إزاي بتيجي فجأة الزوجة تقول والله أنا بحس إن أنا بشوف زوجي دي مش هو بحس إن هو شكله وحش شكله أسود شكله قبيح حتى لما بيكون موجود معايا في البيت أنا ما ببقاش طيقة إن هو يقعد في البيت بقى عايزا ينزل ناخد اتصال معانا للأساس محمد سلام عليكم السلام فضل سؤالك يا فان الوقت أنا بسمية مجوز ومحصي للأسماع حضرتك منين يا فان أنا من بورسعيل نعم من بورسعيل أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا سلام عليكم فضل فا يعني هي أصيبه وعش معايا على طول زعيق وما بيعجباش أي حاجة طيب طيب حضرتك إنت هي بتشوف مثلا في البيت خيالات أو بتشوف مثلا حاجات مش كويسة في البيت مثلا وهي قاعدة في البيت لوحيدة لا بس هي كانت مرة بصل كنت أنا مش موجود في البيت وأنت فيها مشوفت حيال في الأقضاء دي خلال بيصلي تمام تمام أنت حضرتك بتبقى متواجد في بورسعيل على طول ولا بتسافر في شغل لا أنا متواجد على طول يعني أنا في باقي في شغل بحيد ما بخص ورى البلد تمام يا فاني تمام يا فاني هو لابد إن البيت طبعا يحصن والزوجة أصلا لابد إن هي تحصن لأن هي أكيد بتشتكي من معدتها أكيد بتحس بصداع أكيد بتحس بوجع في الرجلين حاجات من دين شكرا شكرا لاتصال حضرتك يا فاني ساتة حاجة كراهية المصحور لكل عمل يكون بيه الطرف الآخر يعني إزاي؟ أما تيجي الزوجة تعمل ولو كباية شاي يقول لها والله أنا انت حطى لي فيها إيه؟ أنا مش طيق ريحتها ولا أحول ولا أكوت إلا بالله وأصعب حاجة بقى بخلاف سحر التفريق إن يكون الزوج بيبحث عن السعادة خارج بيته أصعب حاجة بتكون أصعب من سحر التفريق إن الإنسان يكون منشغل بامرأة ثانية خلاف زوجات فجأة تلاقي كل البيت اتخرب لأن لما بتجه للطريق ده البيت لابد إن هيتملة بالفقر فلابد إن كنت قادر على حياتك لابد أن تتقل لها سبحانه وتعالى بعد كده قراهية المصحور للمكان الذي يجلس فيه الطرف الآخر فطرى الزوج خارج بيته كويس فإذا دخل البيت شعر بضيق شديد في صدره يعني إزاي بمجرد ما بيكون الزوج خارج بيته لما بيكون فيه سحر تفريق لما بيكون هو خارج بيته تلاقي كل حاجة يعني زي ما عنا بنقول كده الدنيا كويسة هو دايما حاسس براحة نفسية بمجرد ما يدخل البيت يقول لك والله أنا بحاسس إن عفاريت الدنيا كلها بتركبه وبرضه أحيانا بيكون إن الزوجة أصلا ما بيبقاش عندها كلام مريح يجرد ما يدخل البيت يقول له أنا تعباني أنا مش قادرة أتكلف أنا والله ما كنت بأعمل كذا أنا كنت بأعمل كذا فيلتبس الأمر يعني سمعت مقولة يقول لك إيه إن المرأة المصرية بتتحدى إن هي الزوجة النكادية في العالم لا هي مش نكادية ولا حاجة ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة خلقت من ضلع أعوج ولو شئت أن تعديله لك أصر يعني ما تكونش لين قوي عشان الدنيا مطبوص وما تكونش جديد قوي علشان برضو الدنيا مطبوص بعد كده يقول الحافظ ابن كثير وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر اسمع إلى كلام سيدنا الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يقول سبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو إلى المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق يعني سبب سحر التفريق إن يخيل للزوج إن هو شايف زوجته في منظر قبيح وكذلك المرأة وإن شاء الله تبارك وتعالى نعدوكم دائما في هذا البرنامج بالمزيد وإن شاء الله تبارك وتعالى كل حلقة من حلقات البرنامج بنطور البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى وبنقدم نصيح للمشاهدين وإني داعي فأمنوا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ارفع عنا الغمة وعن المسلمين يا قادر يا كريم اللهم إننا نسألك أن تحفظ مصرنا وأن تحفظ جيشنا اللهم إننا نسألك في هذه الأيام يا كريم أن تبلغنا رمضان اللهم إننا نسألك أن ندخل رمضان وأن تراض عننا ونسألك يا رب أن تفتح لنا بيوتك في الأرض يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقدر علي إننا نحبكم في الله وأشكر كل فريق الإعداد وكل فريق العمل معي في قناة الصحة والجمال وكل إخوتي في هذه القناة المحترمة الجميلة وأخي الأستاذ محمد فؤاد وأخي الأستاذ محمد الملكي وكل فريق الإعداد فجزاكم الله خيرا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا إنه ولي ذلك والقدر علي إننا نحبكم في الله فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته